بسم الله الرحمن الرحيم الملابس وعدم الاتفاق في المواقف وهكذا وهنتكلم برضو عن البزنس لتر واللغة بتاعته الموجودة فيه هنبتدي اولا كده ببعض الفكابي اللي هتبقى موجودة معنا كده بعض الكلمات اللي موجودة صفة معناها بالشكل ده يعني نحيل ولا ست نحيف large صفة big ضخم جسمه ملان شوية fair hair تسوي blonde hair يعني شعر أشقر ذاك كده مثلا dark hair black hair يعني شعر غامل أسود مثلا نيجي بعد كده شوف مجموعة تانية mustache اللي هو hair grows under nose الشعر اللي بينمو تحت الأنف اللي هو الشارب bird بيرد هنا صفة بمعنى hair grows under mouth اللي هي اللحية بتاعت اللحية اللي موجودة بتنمو أسفل الذقن blouse اسم upper clothes for women لبلوزة لي السيدات skirt what women wear around waist and tail feet اللي هي الجيبة بالشكل دايب احنا عندنا موستاتش شارب bird لحية blouse blouse وده ملابس حريمي skirt برضو blouse وملابس جيبة وملابس حريمي نشوف بعد كده suit formal clothes اللي هي بدلة زي رسمي كامل بالنفس قماش الجاكت البنطلون نفس القماش نفس الحاجة socks socks what we wear four feet اللي بنلبسه اللي في الأقدام اللي هو الجوارب اللي احنا بالبلد بنقول عليه شراب tie اللي هي رابطة العنق الكرافات what we wear with suits بنلبس دائما مع البدلة وكلام ده around the neck حوالين الرقبة head scarf اللي هو اشرب او وشاح باللغة العربية الفصحة وشاح what we wear on head اللي بنلبسه مثلا على الرأس وخاصة بيكون النساء واحيانا بعض الرجال بتلبسوا حوالين رأدتها نيجي بقى نشوف اللي جاي بعد كده هنا بنقول بعض الكلمات like trap journey flight دول تلك كلمات قريبين جدا من بعض الشواء في المعنى وناخد بالنا منهم كويس نقول بسم الله هنا بنقول he made a business trip to England يعني هو ام برحلة قصيرة بطريب معناها short journey رحلة قصيرة to England business trip رحلة عمل إبارا في رحلة عمل إلى England نمبر تو he made a journey to Japan جابان دي بلد ومسافة طويلة طبعا شوية فعشان كده بقول journey يبقى journey رحلة بمعنى مسافة طويلة ما تبقاش مشوار قريب كده سريع راح جاي لا تبقى مسافة طويلة بنقول journey بعد كده his flight his flight was interesting his flight رحلة الطيران الخاصة به يبقى فلات رحلة الطيران بيستخدم فقط بيسافر بخلال باستخدام الطائران تمام يبقى هنا trap short journey trap رحلة قصيرة journey رحلة طويلة flight رحلة طيران في فرق وفي استخدام ما بين التلات كلمات نيجي بعد كده بنقول agreeing and disagreeing القبول والرفض لمعقف معين او رأيه معين هنشوف بيت قلي زي نيجي نشوف مع بعض في opinion رأي معايا I think he is 20 اعتقد انا بدي رأي انه عنده حوالي 20 سنة اوكي نشوف الردود بتاعتنا زي في agreeing موافق so do I يبقى هنا الموافق so do I موافق I think اعتقد so do I وانا كمان يبقى هنا فيه اتفاق او موافقة على الرأي اللي موجود فو ناخد بالنا من استخدام كلمة so do I so عادي عارفينها do I ده شكل استفهامي يبقى هنا استخدمنا شكل استفهامي مع كلمة so ولكنه ليس شكل استفهامي بالمرة لانه موجود في النهاية فلسطوب نقطة لانهنا كده انهينا بها الجملة نشوف بقى disagreeing اللي هو عدم الموافقة على الموقف اللي قال هو I think فتحت قال ايه I don't انا لا اعتقد ذلك وقال الرأي بتاعه بعدين I think he is 30 ناخد بالنا من الرأي هنا الرأي هنا مثبت رأي هنا مثبت فعشان كده قال كلمة ايه I think he is 20 I think he is 20 رأي مثبت قال هنا I think تمام والاجابة لي so do I تمام الموافقة اللي عدم الموافقة عليه قال I don't يعني I think ب I don't think وقال الرأي التاني I think he is 30 نشوف حاجة تانية هنا رأي قال ايه I don't think he is 20 واحد قال لا اعتقد انه عنده 20 سنة فالنقطة عنده هنا النقطة اللي عنده هنا انه بيقول لا اعتقد فالرأي الهن منفي انه ما احنا خدنا بالنا ما رأي الاول انه كان رأي مثبت كان رأي مثبت ناخد من الاجابة هنا في الموافقة بتاعتنا الموافقة بتاعتنا كانت على السؤال عن الرأي المثبت قال so do I الموافقة هنا على الرأي المنفي قال neither do I قال ايه neither do I يبقى neither do I يبقى استخدم الصغة دي عكس so do I بتاعت الرأي المثبت نجي هنا نشوف this agreeing I do هو فوق I don't think انا لا اعتقد تمام هو نزل تحت ايه اللي بيعتقد بقى اللي هو غير موافق ال I do لان طبعا I don't think عكسها I do ورجاء قال I think he is 30 لو شفنا الرأي التحتاني اللي هو I think he is 30 عكس الرأي اللي هو I don't think he is 20 يبقى اخذنا هنا ناخد بالنا agreeing and disagreeing for opinions اللي هو الموافقة والقبول القبول وعدم القبول مش موافقة الرأي المنفي I don't think تمام I don't think 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 I think he is 30 نيجي بعد كده What does he look like هنوصف الشخص بتاعنا ما لابسه وحكته وكلام ده ونشوف الشكل بيلبس نعمل جمل كاملة على الشكل والappearance بتاع الشخص بتاعنا verb to be استخدمناه مع he is الشكل الاولاني he is موجودة تحتها his اللي هي h e apostrophe s نفس المعنى نفس الاستخدام ما فيش اي حاجة خالص ناخد بقنا من الصفة الوسطانية عندنا ثلاث صفات tall short slim large هنا جاب shape of the body جاب شكل الجسم هنا عندنا tall short large tall عارفين طويل short عكسها قصير slim نحيل وقلناها قبل كده large ضخم وقلناها قبل كده طب فيه عليمين كمان فيه كلمتين young يعني صغير السن middle aged منتصف العمر elderly كبير او عجوز وهكده يبقى ممكن اقول ممكن اقول ممكن اقول ممكن اقول اي حاجة يبقى احنا نستخدم الصفة بتاعة shape ونحط بينها وبين الصفة التانية اللي ورا اللي هي young وهكده نشوف الصفة او الكلام احنا قلناها ازاي he is tall او slim يعني he is tall and young يبقى بعد and هنا نجيب صفة تانية ما تكون متنقضة مع الصفة الاولى او نجيب حاجة تصف بها الشخص بتاعنا زي ما احنا شايفين he is tall or slim and young اوكي نيجي بعد كده هنشوف هنتكلم على الملابس او بتاعة اصدقانها he has عادي his he ابصرف is يبقى ابصرف السنة اختصار لهاز زي ما احنا شوفناها في الجزء اللي فات اللي هو اختصار لمين لاز ما فيش مشاكل في الاتنين طيب نشوف الصفة التحتاني he has got his got نفس الكلام اختصار لهاز يبقى هنا في عندنا هنشوف هنا الصفات اللي موجودة او وصف الاشخاص اللي موجودة عندنا في عندنا كلمة fair hair fair hair تحتها dark hair تحتها gray hair اوكي fair hair اشقر شعر dark hair آآ gray hair شعر رمادي وهكذا نشوف هنا blue eyes يبقى وصف بقى حاجات في الوجه mustache شارب اللي هو اللي احنا قلنا عليه اه لا الشارب الشنب يعني a bird اللي هي اللي هي نشوف الصغة بتيجي ازاي او الجملة بتيجي ازاي he has got dark hair with a bird يبقى احنا هنا ممكن نقول الشكل بتاعنا fair hair dark hair الشعر عنده شعر وعنده 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 with a bird ومعاه مع شارب مع عيون زرقة ونلون زي ما احنا عايزين ونجيب اللي احنا عايزينه في الجمل بتاعتنا يبقى احنا بنستخدم تحت he has got او he has got عادي او he has فقط بس عادي اي شكل اي صغة انت عايز تجيبها مفيش مشكلة got dark hair with a bird نيجي بعد كده بيقول he wears glasses he wears glasses هو يرتدي نظارات glasses هنا نظارات he wears glasses يبقى بنوصف شكله هو يرتدي بعد كده he wears a blue shirt and jeans بنوصف شكل ملابس مثلا نبدأ بقى نقول ملابس الرجالي الحريمي على حسب ما يجلنا he wears a blue shirt and jeans three he is wearing a black shirt اما اقول he wears a blue shirt and jeans هو دايما من عدته بيلبس الامس الازرق والجين سواء كده انما he is wearing a black shirt يبقى هو دلوقت انا شايفه قدام يعني لابس black shirt قميص اسود الجملة الرابعة his shirt is black ايب انا بوصف الملابس اللي عليه his shirt is black his shirt is blue his shirt is red his shirt is اي لون انا عايز اجيبه بقدر اجيبه اذا ما انا عايز بنفس الشكل بنفس الطريقة ولو انت عايز تقول زي الجملة الثالثة he is wearing ونجيب اللي is wearing ونجيب الملابس اللي هو لابسه الجملة الخمسة he has got long hair اوصف الشعر بتاعه he has got long hair he has got short hair he has got no hair مفيش شعر من اصله عادي مفيش مشكلة he has got blonde hair he has got black hair على حسب ما انا عايز اقول ولون الشعر او زي ما انا قول اعايز he has got مثلا blue eyes blue eyes black eyes short nose big nose اي حاجة انا عايز اقولها اجيبها بنفس الشكل مع has got او ممكن اقول اي تاني his hair is long his hair is short his eyes are blue تمام his nose is big is small اوكي اي حاجة انا اقدر اوصفها بالشكل اللي احنا شفناه هنا هنا بقى هننتقل لجزئية تانية مختلفة شوية وهنجي نقول ايه writing a business letter دي حاجة من الحاجات المهمة جدا جدا عندنا في التعليم التجاري اللي هو writing a business letter كتابة الخطاب التجاري او البزنس زي ما احنا بنشوف كده نحاول نركز في كل حاجة موجودة عندنا علشان نشوف ايه اللي موجودة عندنا write a letter to Mr. Samir Hassan ماشي the manager of Cairo company 22 عتب street Cairo you ask him to send you the latest catalogs of the new buildings before the 25th of April you are Mr. Khaled Sabri the sales manager of another company 55 Manchia street power site يبقى ال business letter عندنا هنا جواب خطاب رسالة مرسلة من شخص مسؤول في مكان الى شخص اخر في مكان تاني او جواب من مؤسسة الى فرض او من فرض الى مؤسسة ولكن حاجة رسمية ولكن حاجة رسمية فال business letter عندنا ناخد بالنا من المرسل وناخد بالنا من المرسل اليه اللي هو الكاتب والقارئ ناخد بالنا من العنوين ناخد بالنا من الوظايف وهكذا احنا نركز في الحاجات اللي عندنا وهنبدأ نتكلم نشوف الكتاب business letter بتكتب ازاي نركز كده مع بعض وناخد بالنا من التواريخ بتاعتنا على اساس نقول بسم الله كده نشوف اللي جاي الجزء اللي علي من هنا بنجيب بيانات المرسل المرسل الكاتب الشخصي اللي هو باعة الخطاب بنكتب فيه اسم الشركة بنكتب فيه عنوانها بنكتب فيه تاريخ تاريخ الخطاب نفسه علي صار زي ما احنا شايفين كده بنكتب ايه بقى اسم المرسل اليه او القارئ وظفته اسم الشركة بتاعته تمام؟ وعنوان الشركة ده بتكتب علي صار في الجزء اللي علي صار هنا ولكن انا مضطر اجيب البيانات اللي هي عندي فقط لغير ازاي؟ لو جاب اسم المرسل اليه اسم القارئ مفيش مشكلة لو جاب وظفته مفيش مشكلة مجابش اللي اتنين يبقى بادئ باسم الشركة يعني ممكن ابدأ بالاسم لو جابه لي ابدأ بالوظيفة لو جابها لي ابدأ باسم الشركة لو جاب اسم الشركة بس مفيش مشاكل خالص ولعنوان الشركة في الاخر هنا طيب بالنسبة للمسلتر هو قال write a letter to اكتب خطاب الى يبقى معنى كده جاب لي بيانات المرسل اليه الاول فانا هضطر اخد البيانات اول باول كده بالترتيب عشان ما لا اخبطش نفسي فيها يعني هبدأ ببيانات المرسل اليه نشوف كده مستر سامير حسن مستر سامير حسن مستر سامير حسن مستر سامير حسن المدير بتاع ايه بقى The Manager وزفته كايرو كامبني الشركة بتاعته 22 عاتف ستريت وكان ده عناوان الشركة بتاعته ممكن ما يجيب ل hurting اسم مستر سامير حسن يجيب لي The Manager of Cairo Company عادي مفيش مشاكل ممكن يجيب لي ميجيبش الاسم ويجيب له الوظيفة او يجيب له اسم وما يجيبش الوظيفة عادي مش مشكلة يجيب دي او ما يجيبش دي او ما يجيبش الاتنين ويبدأ باسم الشركة بس المهم لازم يكون اسم الشرك على الأقل مكتوب وعنوانها موجود أشوف أنا قاتل آه بدأ بكلمة دير مستر سامير ليه بقى؟ ليه أن ده مجد مستر مكتبتش حاجة على العنوان الأول؟ على أساس عنوان أو بيانات المرسل بيانات المرسل جاية بعدين بيانات المرسل جاية بعدين فعلشان بيانات المرسل جاية بعدين ما ينفعش أن أنا لغبط نفسي لا أمشي بالترتيب البيانات الموجودة عندي واحدة واحدة فلما جاب بيانات المرسل إليه في الأول كتبت بيانات المرسل إليه وقلت دير مستر سامير ممكن أجيب حاجة غير مستر سامير لا ما ينفعش في النقطة دي لازي في النقطة دي أكتب دير مستر سامير إيش معنى؟ لأنه جاب لي اسم المرسل إليه فوق طيب لو ما كانش جاب دير مستر ما جابش مستر سامير فوق اسم المرسل إليه جاب الوظيفة مباشرة لو جاب الوظيفة مباشرة يبقى في الحالة دي هيعمل ايه بقى؟ هنضطل نقول Dear sir or madame تمام؟ ولو اي حاجة من الاتنين بتمشي صح بس لازم الاسم لو موجود الاسم لو موجود لازم الاسم تكتب. مش موجود الاسم نقول Dear sir or madame ونكمل على طول. نشوف هنا هنا قال البطلوب هنا Asking him to send you the latest catalogs انا اروح تبادئ بجملة بسيطة كده I would like to ask you اطلب منك او please عادي وارح كاتب بعد please I would like to ask you send the latest catalogs send us the latest catalogs كان send you كانت موجودة انما send us هنا حاولنا you الى us هنا the latest catalogs of the new buildings before the 20th of April يبقى لازم تبعت الحاجة قبل 25 يبقى دي خلاص كده البطلوب بتاع الليتر انتهى كده المطلوب عندي في الليتر انتهى طيب في كده حاجة بعدها اه جمنا نحاول نختن بها نختن بها الليتر بتاعنا اللي هي ايه I look forward to hearing from you وهنا انا احب اركز برضه على نقطة كويسة I look forward to preposition to حرف regard to احنا متعودين نجيب الفعل في المصدر ولكن هنا انا بتكلم هنا عن ايه عن I look forward to بتكلم عن ايه I look forward to الصغة دي قل على بعضها اجيب بعدها الفعل زائد I N G اي حاجة على حسب المعنى بتاع الجملة واستخدام الجملة بتاعته اتطلع الى السماع منكم وهكذا from you soon وهكذا طيب خلصنا هنا لسه لسه شوية اللي هو ايه yours sincerely yours sincerely هنا على اساس ان انا جبت مستر سامير حسن فوق وكتبت كلمة دير مستر سامير طب لما فيش مستر سامير حسن يبقى نكتب دير سير قرمدان وهل هيبقى في كلمة yours sincerely لا هيبقى كلمة yours faithfully هده يبقى كلمة ايه yours faithfully يبقى معنى كده احنا بنقول لو فيه دير مستر سامير دير والاسم يبقى تحت من yours faithfully تمام كده لو فيه دير والاسم هنا مع دير لو انا قلت دير لو انا قلت دير وبعدين سير لو انا قلت دير سير يبقى معنى كده مع yours تحت yours faithfully يبقى yours ايه faithfully انما لو قلت لو سبتها هنا كده زي ما هي لو انا ما عمقود عندي دير والاسم بتاعي بكمل على طول your sincerely وهكذا اوكي وطبعا دير مستر حسن الاسم بتاعنا وطبعا بعد الاسم كمان the manager المدير طيب الجزء بقى اللي عليه من هنكتب في ايه نبص كده واحدة واحدة لان هو جايلي بالترتيب you are هو اي اللي بعديها بقى بعد بياناته وبعد اطلوا كلام ده ال you are مستر سامير حسن جبت مستر سامير حسن الوظيفة بتاعتي تحت اسمي تحت the manager الوظيفة منجروف ايه النصر company شركة النصر اللي هي موجودة فين 55 منشية ستريت موجودة فين منشية ستريت ده بور سعيد تمام طيب ونشوف تحتها حنا قلنا ال date تحتها التاريخ بتاحتها التاريخ عندنا كان 20 ابريل اللي هو 20 ابريل ليه انا كتبت 20 ابريل لان انا لو بصيت عندي 20 ابريل لو انا بصيت عندي للتاريخ اللي هو 20 ابريل هجاب بص هنا لان مطلوب الحاجة توصل قبل 25 فانا بدي نفس الفرصة 25 مثلا 5 ايام اسبوع 10 ايام على حسب ما انا عايز تكتب التاريخ بعيد قبل الخطاب ما ايه ما يروحوا هكذا ما يكونش الخطاب مكتوب بنفس التاريخ التسليم اللي موجود عندنا يبقى احنا ناخد بالنا من الكلام اللي موجود على الشاشة قدامنا دلوقتي بيانات المرسل اليه على اليسار بيانات المرسل او الكاتب على اليمين عنوان الكاتب على اليمين على اليمين موجود عندنا انما اسمه الكاتب اسم الكاتب ووظيفته بيكونوا موجودين تحت اسفل الخطاب في نهاية الايه الخطاب دون نقطة اسم وظيفة المرسل اليه على اليسار ممكن ما جيبش الاسم واجيب الوظيفة ممكن نجيب الوظيفة وما جيبش الاسم ممكن ما جيبش الاتنين بس لازم ابدأ باسم المين الشركة بقى في الحالة دي. يبقى لازم الشركة تكون موجودة بياناتها طب فيه اسم موجود? يبقى احنا بنبدأ دير مستر مع الاسم الموجود او دير ميزز على حسب الاسم ال إيه delay موجود. طب ما فيش اسم موجود. يبقى احنا بنبدأ بinder مدام على حسب ما بنشوف. يبقى احنا كده زى ما احنا شفنا الاسم والطاقع زى ما هو باين قدامنا بيكون بالشكل اللي احنا شايفينه. بالشكل البيانات المرسل اليه. المرسل على اليمين. المرسل اليه على اليسار. لو ما فيش اسماء. ونجيب الاسم بتاعنا عادي. ما ننساش الجملة وحاول احطها في كل الخطاب عندي اللي هي دي نحاول نكتبها في اسم موجود لو ما فيش اسم موجود وفي اسم ووظيفة الكاتب او المرسل بتكون موجودة اسفل الخطاب. ياريت نركز على ده انه هيكون معاك في كل المراحل التعليمية الموجودة بالنسبة للتعليم التجاري اولى تانية تالتة. وحتى الناس اللي هي تعليمهم خمس سنين هيكون متواجد برضو معهم وما فيش غينة عنهم. بعد كده بنتنقل الى اختبار بسيط كده على يونت تن. اختبار بسيط صغير كده على يونت تن. هنبتدي الاختبار بتاعنا طبعا بيكون موجود على اسئلة بتاعتنا. هنشوف نمشي معاها حتة حتة. اه. نمبر اين. بوكابلوري and ستركتشور. عندنا عشر جمل. تمام. خمسة متعلقين بالكلمات وخمسة متعلقين بالستركتشور اللي هي القواعد او الجرامر بتاعنا. نشوف هنختار منهم هنعمل اين. نقول بسم الله. I lock forward. وبعدين from you. في سبيس عندي. from you. نشوف اللي اختيرات اللي عندنا. تمام. hear hearing to hear to hearing. انا تعملت اجيب الجملة دي على اساس اراجع بها على الجزء اللي احنا خدناه في اللتر من اللحزات. اللي لسه فاكرين الجملة الخاطئة بتاعت اللتر بتقول ايه? اه جنيل سمعتها. اللي بتقول I look forward to hearing from you soon. يبقى نشوف الاجابة بتاعتنا. I look forward to hearing. sorry عفوا. هي المفروض number D to hearing. I look forward to hearing. نيجي بعد كده. the is at the top of the letter. اه اللي موجود هنا في top of the letter? هم? writer's name. writer's address. reader's name. reader's address. نشوف كده. اعلى اليمين في الخطاب. هنشوف جزء ده خاص بمين? آه. writer's address. writer's address. اللي هو عنوان الكاتب. عنوان الايه? الكاتب. اوكي. انما عنوان لو ريدرز ادرس. بيكون على اليسار. احنا قلنا. ها? the top of the letter. تمام? بيكون عنوان ايه? الكاتب بتاعنا بس. ما كانش بيانات القارة وهكذا. عنوان الكاتب بتاعنا. بتكون the writer's address is at the top of the letter. بتكون على اعلى الخطاب. اوكي. نشوف بعد كده. he is staying. he is staying. brown's hotel. اسم فندق ده موجود معنا. نشوف كده. at buy with to. he is staying. حد سمعنا الاجابة. he is staying at. he is staying at brown's hotel. I am meeting at the airport. I am meeting space. وعندنا at the airport. نشوف هنا. قبل هنا ضمائر. he, them, she, they. after verb meeting. بعد الفعل دايما بنجيب object pronoun. بنجيب object pronoun. يعني ضمير مفعول. دايما بعد الverb. after verb. بعد الفعل. or a preposition. حرف غر. لما اجيب ضمير عندي احاول اجيب ضمير ايه? مفعول. ما اجيبش ضمير فعلي. ما اجيبش subject pronoun. لا اجيب ضمير مفعول. ضمير المفعول عندي هنا مين? them. ضمير المفعول عندي هنا كلمة اتنين? them. number five. he, blue eyes, and a bird. he, space, blue eyes and a bird. نشوف كده? he is, he got, he is got, he has got. ايه الصحة عندنا هنا? احنا يقول لي هو عنده لديه. يبقى نقول لي اه. he has got blue eyes and a bird. he has got blue eyes and a bird. اوكي? number six. his is blue. his space is blue. نشوف كده? his eyes is. his tie is. black hair is. glasses is. نشوف بقى هنا الاختيار الصحي عندي. his tie. ربطت عنك الكرافات is blue. number seven. نشوف بقى هنا الابينين بتاعنا. الرأي بتاعنا. i think he is 40. i think he is 40. اعتقد انه عنده اربعين سنة. جميل. نيجي نشوف الكلام اللي هيبقى عندنا هنا. هنا الايه? i do. so do i. neither do i. i don't think. طيب. هنا i think. هل الرأي اللي عندي هنا مثبت ولا من فيه? الرأي اللي عندي هنا مثبت ولا من فيه? i think he is 40. ده رأي مثبت. طيب. ينفع اقول i do? احنا قلنا i do هنا عكس. i don't think. so do i? احنا اخذنا so do i بالموافقة. تمام. نشوف اللي بعدها. neither do i. برضو نوع من انواع الموافقة. i don't think. تمام. ده صغل من صغل ايه? الرابط. الصغل اللي هنا الحل الصح اللي عندنا هنا. i think he is 40. قال هنا ايه? so do i. يبقى هنا وانا كمان لدي neither do i. موافقة على الرأي المنفي. i don't think. بيكمل بعدها i don't think. بس كان بيجيلنا i don't. ونرجع نقول الرأي الصحي بتاعنا في مش كاملة الجملة بتاعتنا. thank you for your letter space third of january. نشوف كده اللي اختارات عندنا. of at in to. دائما نحن بناخد حرف الجر الخاص باليوم بالتاريخ بالكلام ده on. فون مش موجودة. فنشوف الصغل بتقول ايه بقى? اه. المقصود به هنا شكرا على خطابك المؤرخ به كذا. يعني اللي هو موعده اللي كان معاده اللي هو خاص به ثلاثة يناير. او الثالث من يناير. تسعة nine after the address and the date begin your business letter with. ايه الجملة اللي بنكتب بيها العنوان والتاريخ وهكذا بتاعنا بعد بعد العنوان بتاعنا وبعد التاريخ بتاعنا بنكتب بها ايه? نشوف كده. hello dear mister or hi? ايه الكلمة او ايه الجملة او ايه الصيغة اللي ببدأ بيها البزنس لتر بتاعي? اه? اه هو يرتدي تي شيرت و اه؟ اه. ا ا درس. ا ا ا شيرت. تروزرز على زي lawmakers. طيب. لو احنا شفنا هنا الكلام ده احنا قلنا هي يبقى احنا عايزين نتكلم عن شئ خاص بالمذكر. ملابس بالمذكر. ولاست ملابس خاصة بسيده. يبقى ملابس رجل وليست ملابس سيدة ادرس خاص بالسيدة اشيرت ماشي تراوزرز لا ده جامع ما تنفعش ده تراوزرز يبقى هي ويرز اتي شيرت اند تراوزرز ولا هنشوف كده هنشوف ايه اللي يمشي معنا هنا وليه لو قلنا ادرس فستان ده خاص بالسيدة بالسيدات لو قلنا اشيرت طم تي شيرت قميص نقول اند اشيرت لابس تي شيرت وشيرت مع بعض الاتنين تراوزرز اللي هو البنطلون القماش ايه ابلاوز خاصة بالملابس الحريمي نشوف بعد كده في محادثة بسيطة كده هنحاول نشوف المحادثة اللي معنا ونرها دايما في المحادثة نحاول نقرأ المحادثة كلها من الاول للاخر على اساس عفوا على اساس ان احنا نشوف ايه المطلوب مني لو عنده سؤال مطلوب منه هجيب اجابة لو عندي اجابة اذا اعمل السؤال عليها ازاي وهكذا علي هلو 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 هشام يس وفيه بعد احنا بنجيبها علي سأل سؤال هشام I'd like to have some orange juice علي would you like some chocolate cake هشام رد طبعا هنشوف الاجابات على الكلام اللي عندنا هلو are you going are you enjoying the party هل انت تستمتع مستمتع بالحفلة بتاعتنا هنا كلمة are السؤال بدء بار يبقى هنا yes no question هو جاوب عندي هنا بكلمة yes اوكي يبقى انا بستخدم الصغر اللي عندي عشان اجاوب بيها وقال ايه are you enjoying the party فقال هنا yes وعندي هنا are you بعمل cross معها بعمل cross مع are and you ولكن when I say you اما تتجاوب عن نفسك you have to say I لازم تجاوب عن نفسك ايه I في حالة المفرد و I instead of are بنجيب ايه I am نشوف الاجابة بتاعتنا yes I am او نقول yes I am enjoying the party ما فيش مشاكل في الاتنين yes I am صح yes I am enjoying the party صح طيب الوقت هنا في صغر عندنا سؤال موجود بعد كده طيب اما يكون عندي سؤال هل السؤال الاول اللي بيجي ولا الاجابة اللي بتيجي نيجي نشوف كده اه السؤال موجود وتحت اجابة تحت بتقول ايه I'd like to have some orange juice ايه دي اقتصار لكلمة I would like اقتصار لكلمة I would like يبقى السؤال هنا على كلمة ايه some orange juice ده اسم تمام والاسم ده بنختار له كلمة نسبه واسم غرعاقل بنختار له كلمة ايه what بنختار له كلمة ايه what تمام هنشوف الصغر لإجابة بتاعتنا what would you like to have what would you like to have تحب تشرب ايه يبقى الحاجة اللي حب يشربها what would you like to have تحب تشرب ايه جبنا what ايه 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 يبقى ايه هنا تحولت الى يو والابصرف دي طالما ما جات الاول ما تنفاش تختصر يبقى what would you like to have جنة الاخيرة would you like some chocolate cake انا هنا ما لزمتكش انك تجاوب بحاجة معينة سبتلك open answer to you اجابة سهلة لك تجاوب بقى موافق بyes تقول لا براحتك انت خالص علشان كده انا جاوبت اللي اجابتين ممكن اقول yes please او ممكن اقول no thank you اللي اتنين صح yes please صح انك انت عايز chocolate cake عايز الحاجة اللي هو بيعزمك بيعزم عليها بيها او no thank you يبقى انت بترفض ولكن طبعا بتهذب عشان كده قلت كلمة ايه thank you يبقى yes please او نقول هنا no thank you نيجي بعد كده سؤال من الاسئلة الحلوة عندنا fill in the space fill in the spaces with words from the list في لستة عندنا مكونة من سبع كلمات هنستخدم السبع كلمة دول كلمة منهم ونحطها في ال space الموجودة عندنا في كم جملة بقى معانا الناس اللي مراجعة معانا من زمان الوقت عارفين وفاكرين السؤال ده سبع كلمات هنختارهم منهم ستة نحطهم في الجمل اللي موجودة معانا نشوف السبع كلمات restaurant staying address in slim of and like دول الاختيارات اللي عندي تمام فهنجي نشوف كده اول جملة we write the on the envelope envelope اللي هو ظرف الخطاب بتاعنا ظرف الخطاب المظروف اللي احنا بنكتب عليه بنبعثه في الجوابات وكلام ده ايه اللي بنكتب عليه من برا نشوف كده الكلمات اللي عندنا نشوف الكلمات اللي عندنا هنا we write the address we write the address بنكتب العنوان بنكتب ايه العنوان يبقى بنقول هنا i think we write the address on the envelope i think تمام وعندي هنا بعديها space traveling to France next year i think what هم بنشوف كده i think of وبفكر في traveling حروف الجرد دائما عندنا بيجي بعدها فعل plus ing في معادة طول طبعا والمتعلقات الشواذي بتاعتها بنفتقرها مع بعض يبقى نقول i think of i think about براحتنا خالص traveling يبقى حروف الجرد بتاعتي بنجيب بعدها الفعل زي ده ing ده الاساس بتاعها to France next year he is young and بنوصف شخص من مظهر خارجي بتاعه نقول ايه he is young and قمنا من الجمل اللي احنا وصفنا بقى الاشخاص عندنا النهاردة he is young and slim he is young and tall he is young and short واعكس هو جيبه صفات زي ما انا عايز ok which hotel is he وبعدين space at اننا جيبنا فيربيتو بيه as وطالما بفكر في فعل مع as يبقى يفضل نجيب فعلة زي ده اي نجي او فعلي في التصريف التالت نشوف كده اللي اختار بتاعنا اه في عندنا بنقول which hotel is he staying at which hotel is he staying at number five we are going to have lunch in we are going to have lunch in a هنتناول الغدع فين اه طبعا اكيد في مطعم restaurant اوكي we are going to have lunch in a restaurant what does he look ناخد بالنا من الصغة دي كلمة look يعني ينظر الى احنا هنجيب بعدها كلمة تانية عشان نحلها لكم دلوقتي like like يعني احب like لا استدامات كتيرة انما look like مع بعض حنو قلناها شكله ايه لابس ايه وضع ايه الهيئة اللي علاها ايه بالزبط what does he look like شكله ايه ماذا يشبه وهكذا مقصودين what does he look like what does he look like نشوف بعد كده الجزئية اللي جاية write a paragraph هنكتب باراغراف من 60 كلمة او فعباوة 60 واردس وان وان او فضا فالوين وزي ما احنا قلنا هنا احنا بيجينا في الامتحان بتاعنا two kinds of paragraphs بنختار موضوع منهم او واحد منهم فقط لا غير اوكي بنكتب فيه بناخد بقول بقول لي هنا بقى بيجيب لي هنا شوية كلمات او اسئلة على حسب فحنا بنستخدم ال gardening words بتاعته او ال gardening question بتاعته وباخدها كافكار تساعدني افكار تيه تساعدني وانا حر اكتب اللي انا عايز اكتبه بعد كده واقول اللي انا عايز اقوله بعد كده بيقول modern computer modern computer computer الحديث مثلا عندي شرطة ميلة كده سلاش مقودة عندي it important دي جملة receives message send messages lots of things save time most people use it دي افكار عندي مقودة ممكن استخدمها ممكن ازيد عليها ممكن اغير براحتي بس خليني في الطائل بتاعي اللي هو العنوان بتاعي اللي هو modern computer نشوف الجمل اللي قات عندنا نشوف ازاي it's important our life a computer becomes common nowadays business man use it in saving many important documents يبقى انا استخدمته الكلمات اللي موجودة عندي وقلت براحتي وزودت براحتي بس كل الكلام اللي انا قلته ووضحته هنا في الجزئية بتاعتي كلام خاص بال modern computer كلام خاص بال modern computer يبقى انا هنا ما خرجتش عن الموضوع زودت كلمات عندي وجمل عندي خاصة بالموضوع نفسه وقلت اللي انا عايزه في الموضوع بتاعي نجي نشوف النوع التاني من البراغراف الموجود your best friend your best friend وهنتخدم guiding questions تمام بيقول هنا what school is he in what grade is he in مدرسته صف بتاعه how old is he عمره أو سنه what color is his hair لون شعره is he tall or short طويل قصير describe your best friend اوصف صديقك المفضل او افضل صديق لديك زي ما قلنا هنا دي اسئلة انا مش مضطر اجاوب على الاسئلة كلها انا ممكن اجيب استخدم الاسئلة كافكار استخدم الاسئلة كافكار وادور حوالين الموضوع بتاعي اللي هو my best friend او your best friend ادور حوالين مش مشكلة يبا الاسئلة دي وطبعا قلنا بنحاول نكتب البراجراف بتاعنا بافكار احنا عايزينها بس تحت اسم الموضوع بتاعنا ونكتب ممكن نكتب بالعربي افكار على جنب كده بالعربي وبعدين جمل بسيطة جدا جدا ونترجم الجمل بتاعتنا دي ونقول اللي احنا عايزينه نشوف احنا عملنا ايه وجاوبنا ازاي my best friend is called احمد he is in port saeed commercial school in grade one اوكي يبقى انا جبت اسم صديقي وقلت هو في مدرسة ايه وقلت هو في سنة كام he is 18 years old عمره he is tall and slim وصفته طويل وي نحيل he has got short black curly hair يبقى شعره قصير ومجعد he wears glasses يرتدي نظارات he is clever and reliable student شخص ماهر ويعتمد عليه من الصفات صديقي he is not late for school حاجة كويسة فيما بتأخرش على المدرسة he always stays calm and never forgets anything دايما هادئ ما بينساش حاجة his friendly and pleasant هو دايما ودود وصدق معنا ودايما باعث على الصرور ومبتسم او مبتهج او سعيد دايما بشكل مستمر يبقى احنا هنا استخدمنا لأسئلة بتاعتنا علشان نقدر نتكلم ونقول عن my best friend جمل كتير ماشي جمل بزيادة ماشي كل ما تقدر تعمل حاجة اعملها عادي بكل بساطة استخدم جمل بسيطة جدا لو لقيت الجمل اللي أنا كاتبها هي عندك هنا زيادة عليك مش مشكلة خفف عنك اكتب اللي انت عايزه اكتب الافقار اللي في دماغك اللي تندرج تحت عنوان your best friend جاوب بالاجابات اللي تريحك انت بسط في كلمات على قد ما تقدر مفيش مشاكل بالنسبة لنا خالص المهم تكتب وتلتزم بالعنوان بتاعنا وتكتب الجمل وتقريبا ياريت يكون نفس عادة الكلمات او الجمل او الاسئلة اللي موجودة عندنا دايما بعد البراجراف عندنا في حاجة تانية هنيجي نشوفها اللي هي ايه letter writing كتابة خطاب كتابة خطاب هنا زي ما كتبنا زي ما كتبنا خطاب قبل كده هنحاول نشوف letter كتابة خطاب تاني هنا بنفس الطريقة ونشوف وياريت نقدر نركز مع بعض واحدة واحدة وهنعمل الموضوع ده كأنه مراجعة بالزبط على الاشياء اللي احنا اخدناها نقول كده بسم الله نشوف ايه اللي مطلوب عندنا write a letter to اه بدأ بنفس الطريقة write a letter to جميل the reservation manager اللي هو مدير الحجز الحجزات of sunshine hotel تمام 15 تحرير street جيزة to confirm reservation اأكد حجز of a double room غرفة مزدوجة with a bath for mr don the manager and his wife for three nights starting from the 20th April till the 22nd of April your name is mona adil the secretary of النصر company a 30 نهضة street alix المطلوب من سيادتك دلواتي احنا عايزين نشوف الخطاب ما بعوطل مين reservation manager البيانات دي هتكون فيني مين ولا شمال الاول اه البيانات دي هتكون على الشمال all right توي احنا البيانات اللي على الشمال اللي على يصار معانا اللي فيها reservation manager بدأ بالوظيفة sunshine hotel اسم الفندو 15 تحرير street ده رقم المبنى واسم الشارع geesa ده في الجيزة to confirm اه يبدأ بقى الطلبات بتاعة اللي أنا طالبها منه ان هو يعملها لي اللي هو to confirm the reservation of a double room with a bath for mister don the manager and his wife for free night starting from يبدأوا من تاريخ كام 20 ابريل حتى 22 ابريل ده تاريخ اقامة المدير وزوجته من 20 ل 22 بقى معانا كده بيأكد لي على اساس لما يجي اكتب الخطاب بتاعي ما اكتبش اكتب الخطاب بتاعي ابعد من 20 15 ماشي 10 ماشي 1 ابريل ماشي مش مشكلة المهم يكون فيه مسافة ان الخطاب بتاعي يوصل ويروح وهكذا ما استعجلش ما استعجلش وما اكتبش التاريخ صعب علي واشوف التاريخ المرس التاريخ بداية الاقامة بتاعتي وحاول بقدر الانكان تاريخ الاقامة وحاول بقدر الانكان ابعد عن الكلام ده يبقى احنا عارفنا المرسل المرسل بياناته على اليمين المرسل اليه بياناته على اليسار المرسل المرسل هتلاقي هنجيب عليمين معنا هنجيب ايه هنجيب اسم الشركة وعنوانها ده عليمين وتحتيهم التاريخ طبعا اليسار لو في اسم المرسل اليه اهلا وسهلا في وظيفته اهلا وسهلا تمام اي واحدة من الاتنين نجيبها معنا مفيش مشكلة بعد كده عنوان الشركة بيتكتب بالترتيب تاريخ المرقم المبنى واسم الشرع المدينة او الحي بيتكتب بعد كده وبعد كده بيجي لبقى دير سير او دير والمستر او دير مادام على حسب ما بيجيلي وحسب ما بيطلب مني تمام كده واشوف الموضوع بتاعي بعد دير سير اكتب الموضوع وما ننساش الجملة بتاعتنا اللي هي بتقول ايه اي لوك فورورد تو هيرينج فروم يو ناخد بالنا من الجملة دي كويس اللي هي بتقول اي لوك فورورد تو هيرينج فروم يو واختم بيورز فيثفلي لو فيه دير سير يورز سينسيرلي لو فيه دير ميستر أو ميسز على حسب الكلام الموجود واسم الكاتب ووظفته بيكونه فين تحت نجي نشوف شكل الليطر اللي احنا هنكتبه مع بعض نبص كده على الشاشة دي بيانات مين؟ بيانات الكاتب بيانات المرسل ذا رايتر ذا سندر أوكي ده بنشوف عليها صار ده مكان الخاص ببيانات المرسل إليه ده مكان الخاص ببيانات المرسل إليه زا ما احنا قلنا تاني هو بدأ بكلمة رايت تو ممكن يبدأ بعد كده بدأ من رايت تو يقولي يو آر فطالما لو بدأ هنا بكلمة يو آر يبقى هنا هجيب بياناتي أنا الأول هجيب بياناتي الأول يبقى أنا هبتأكتب بالبيانات العلمين بسوى قال لي رايت تو يبقى أنا هشوف بيانات الشخص اللي عليه صار the reservation manager write to the reservation manager يبقى دي بيانات المرسل إليه دي بيانات المرسل إليه هل كتب هنا اسم ليه ولا كتب وظيفة لا كتب وظيفة ما كتبش اسم يبقى ده هيندرب تحته هيتسبب ليه إننا لازم أكتب dear sir طالما هنا ما قالش اسم يبقى نقول dear sir أول ما دام على حسن ما أقول ده يخليني أكتب تحت بدلا ما أقول yours sincerely لا هقول yours faith free المكان الشركة بتاعته sunshine hotel دي الشركة أو الفندق اللي شغال فيه طيب 15 تحرير ستريت ده رقم المبنى بتاع الشركة واسم الشارع اللي هي متوجدة فيه بعد كده جيزة المدينة اللي موجود فيها الفندق ده هنشوف هل هيكتب حاجة في العليمين لا بدأ ب dear sir بدأ بإيه dear sir dear sir هنا على أساس إنه هو ما جابش اسم المرسل إليه ما جابش اسم إليه المرسل إليه تمام كده يبقى هنا بنقول ما جابش اسم المرسل إليه فهو مضطر إنه هو يقول dear sir I would like to confirm the reservation of a double room with a bath for mister don the manager and his wife for three nights starting from the 20th of April tell the 22nd of April يبقى هنا جاب الموضوع بتاعنا ممكن بلش عايز يقول إيه I would like the to confirm لا يقول إيه please confirm عادي مفيش مشكلة تمام ممكن يقول please confirm معادي مفيش مشكلة أنا قلت I would like to على أساس إن أنا بحب أجيب جملة مهذبة شوار في البداية أجيب مقدمة تناسب الكلام اللي أنا بقوله أو بعمله وهكذا يبقى هنا قلنا dear sir جيبنا sir ليه عشان مفيش اسم فوق موجود عندنا عشان مفيش فوق اسم موجود عندنا هنا بالضبط كده نيجي نشوف اللي بعد كده I look forward to hearing from you soon اتفقنا إنه لازم نقتم خطاب له بجملة زي كده على أساس بقوله أنا أتمنى إنه أسمع منك حالا إبعاث لردودك على أساس مثلا لو في عندك حاجز أو ما فيش ما كانش نشوف مكان تاني نعجز فيه وهكذا طيب لما قلنا yours قلنا yours yours faithfully yours faithfully عشان فيه فوق dear sir عشان فوق فيه dear sir أوكي تمام كده إنما لو كان في dear mister أو dear missus يبقى في الحالة دي مضطر أقول كلمة yours sincerely بعد كده من اللي كتب الخطاب ها مونا عادل شغالة إيه مونا عادل the secretary شغالة مونا عادل the secretary نجي بقى نشوف الكلام اللي موجودة عليمين اللي هي بيانات المرسل بيانات مونا مونا شغالة فين النصر company مونا شغالة فين في النصر company موجودة فين النصر 30 نهضة ستريت موجودة 30 نهضة ستريت موجودة فين الشركة دي أليكس في سكندرية طب التاريخ بتاعنا كام كام 15 إبريل ليه بقى لأن عايز الحجز بتاعي ابتداء من يوم عشرين عندي الحجز بتاعي بادئ من يوم عشرين فطالما الحجز بتاعي بادئ من يوم عشرين يبقى أنا على طول أعمل مسافة عندي مريحة أعمل مسافة عندي أريح فيها نفسي على أساس أن أنا أكتب اللي أنا عايز أقوله أوكي يبقى التاريخ بتاعي 15 إبريل تمام يبقى على أساس أن التاريخ الحجز بتاعي هيبتدي من يوم كام من يوم عشرين إبريل أوكي تمام أوكي يبقى هنا يا عزيزي الطلاب والطالبات اتكلمنا كتير عن البيزنسطر ونتأكد ونحاول نشوف مرة واثنين وثلاثة على أساس أن البيزنسطر رسالة بالرسالة المهمة تمام الأجزاء اللي عندنا زي ما احنا شوفنا اللي عليمين اسم الكاتب بيانات الكاتب بتاعنا علي يسار بيانات القارئ بتاعنا اسم ووظفة الكاتب بيكون موجودة تحت لو بدأت باسم المرسل إليها من علي يسار علي يسار عندنا يبقى احنا بنقول دير مستر أو دير مادام ما بدأتش كتبت الوظيفة والشركة على طول يبقى دير سير وهكذا وبكده نكون خلصنا حلقتنا النهاردة من الوحدة العاشرة لطلاب وطالبات الصف الأول من التعليم التجاري ونراكم في حلقة قادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته